موسيقى مسيّرات في السماء حياد حتى ينجلي الغبار اليمن يعيد كتابة التعريح بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسيّرات في السماء هذا الأمر يجب أن يبعث على القلق مسيّرات في السماء التفويض الذي قلنا عنه سابقا الذي التشريع يعني الذي يمتلكه الرئيس الأمريكي منذ العام 2002 وتفويض قبله منذ العام 2001 من قبل الكونغريس المبكيفهم طبعا الكونغريس يعطي تفويض هذا يرفع وهذا يكبس للرئيس الأمريكي والرئيس الأمريكي إذا كان جورج بوش الإبن يقوم بغزو العراق وإذا كان دونالد ترامب يقوم بقتل قادة النصر وإذا كان بايدن يقوم بقصف الحجد الشعبي والقوات الأمنية العراقية ويقتل القائد أبو تقوى وهكذا وهلما جرى وبالإمكان تكرار مثل هذه العمليات والآن هناك مسيرات أمريكية مقاتلة في أجواء بغداد 24 ساعة في سبعة أيام هذه المقاتلات تجوب سماء بغداد وكرر تجوب سماء بغداد والأجواء وهذا السلام كنا نقوله سابقا حتى في زمن مصطفى الكاظم وأثبتنا ذلك أن الأجواء بيد القوات الأمريكية وهذا الدليل هو أنها قامت قبل فترة في عمليات في بغداد في بغداد في وضح النهار وفي مكان سيادي في بغداد في النهار ويجي الرئيس الأمريكي يقول أنا عندي تفويضين كتب رسالة إلى الكونغرس يذكرهم لأنه بعض المشرعين في الكونغرس اعترضوا قالوا لماذا أنتم تورطون حتى في قضية اليمن وهذا سنتحدث عنه في المحور الثالث حتى في موضوع اليمن وهذه الغارات التي تتكرر على اليمن أيضا بعض المشرعين اعترض قال هذا لا يسمح لك هذا التفويض لا يسمح لك في هذا المجمع أن ترجع عنه للكونغرس مع ذلك الرئيس الأمريكي يقوم بما يقوم به وأيضا يبرر بالمادة 51 من مثاق الأمم المتحدة مسالة رسمية كذلك تفعال تركيا التي تملك أكثر من 25 ألف جندي وضابط عسكري في شمال العراق وتبرر تدخلاتها وقصفها اليومي في كردستان العراق ووجود قواعدها على الأرض وكذلك قامت الجمهورية الإسلامية بررت عمليتها الأخيرة في كردستان العراق والتي قالت أنها ستتكرر خصوصا وكما قلنا سابقا الحالة بين العراق وإيران تختلف عن الحالة بين أمريكا والعراق وبين الحالة بين تركيا والعراق يعني من حيث المبررات إيران عدت حجة لا أريد أنه دافع أنا هنا أصف الأشياء الحالة هي حالة اللاحرب واللاسن القرار خمسمية وتمائية وتسعين وملاسن هذا يوميا كرره أوقف الحرب بين العراق وإيران لكنه لم يفضي إلى معاهدة سلام فالآن الأمريكا عندهم هذه الطائرات تبحثوا عن هدف تبحثوا عن هدف متى ما يظهر الهدف الذي في بالهم وهذا الهدف هو مو دائما في بالهم يعني مسبقا حاضر لا لا سياسيا يريدون أن يقتلوا فلان أو فلان ومعما كان هذا الهدف حتى ربما يكون إيرانيا كما فعلوا في قضية جريمة المطار عندما استهدفوا القائد الشهيد قاسم سليماني والشهيد أبو مهد المهندس في هذه اللحظة خلاص تفضوه هذه والطائرات موجودة بس هذه الطائرات بالمناسبة إذا كانت تلك العملية جرت بإعداد مسبق الآن هذه الطائرات تفتر وتمشي في سماء بغداد تبحث عن الهدف الذي لأنه بعد ورطة غزة وبعد ثبوت التورط الأمريكي المباشر في جرائم الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين وبعد الخسارة الكبيرة التي مني بها هذا الكيان ولا يزال ولم يحقق شيئا من أهدافه في غزة فهم يبحثون عن أي هدف خصوصا هناك أيضا تصعيد من قبل فصائل المقاومة ومن محور المقاومة يعني تصعيد في الجرائم الصهيونية ضد الفلسطينيين يقابله أو يؤيده أو يعضده تصعيد من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وبعض حلفائها ضد اليمن بعد أن مارست اليمن حقا مشروعا وفق القانون الدولي في فرض حصار على الكيان الصهيوني فيما يتعلق بالسفن التي تذهب إلى هذا الكيان سواء كانت تابعة له أو أخرى أقول لا لا كلما يشعرون أنهم في حرج فأدهم أهداف قد ينفذونها في أي لحظة من اللحظات ليش أقول أيها الأخوة تحسسوا رؤوسكم خصوصا المقاومين وحتى الفصائل السياسية هذه أمريكا لا تعترف بقانون دولي ليش سمعها الإمام الخميني الشيطان الأكبر ليش ما جاء تشوفون فعلا شيطان أكبر هل يستطيع أحد أن يثق بالولايات المتحدة الأمريكية أمريكا تطلب من الجمهورية الإسلامية أن لا توسع دائرة الحرب أمريكا ترسل رسائل إلى الجمهورية الإسلامية وتقول لهم لا توسع دائرة الحرب ومستعدين نفتح معكم كل الملفات ونعطيكم ما تريدون فقط تخلوا عن دعمكم لهذه الفصائل لكن أمريكا منخرطة في هذه الحرب في هذه الحرب العدوانية منخرطة بالمباشر في غزة منخرطة في الموقف السياسي بيرفض استخدام حق الفيتو ما يسمى بحق الفيتو في غزة في الأمم المتحدة لوقف أي قرار يعني يدين الكيان الصيوني أو يطلب من الكيان الصيوني فرض حالة اللاحرب على الأقل في الفترة الحالية وأيضا من خلال العقوبات التي بيقوسيا نسميها العقوبات هي مو عقوبات عيسو مو استهتار العقوبات التي تفرضها على مقاومين أراقين أو على أسماء أو على شخصيات من هنا وهناك يا فيه شوكت ما تريد هذه الليستة قائمة مرة تحط ملظمة أنصار الله ومرة تشيلهم حسب الميزان على الأرض مجاهدي خلق هذه المنظمة الإرهابية التي وضعتها أمريكا على قائمة الإرهاب وبالمناسبة هذه المنظمة يعني مصنفة حتى لدى دول الاتحاد الأوروبي بأنها إرهابية بعدين رادت الولايات المتحدة أن تستخدم هذه المنظمة ضد الجمهورية الإسلامية رفعتها من قائمة المنظمات الإرهابية وراح جون بولتين قبل أربع سنوات بشر في مؤتمر من مؤتمرات هذه المنظمة الإرهابية في باريس والله السنة الثانية يعني بالتقويم الشمسي الإيراني مثل هايش أيام سنحتفل في طهران يعني إسقاط النظام نظام الجمهورية الإسلامية وشوه صار بسه نفسه جون بولتين نفسه هذا جون بولتين يقر كما أقر السنة الماضية بأنه هناك أسلحة هو يقول من علاقة طلع في قناة بي بي سي فارسي السنة الماضية وسئل عن الأسلحة التي تذهب إلى المتظاهرين الإيرانيين المحتجين على وفاة مهساء قال ترسل لهم عن طريق كردستان العراق من قبل الفصائل التي تدعمها الولايات المتحدة الأمريكية هل سنفسه هذا جون بولتين يأتي ويكتب تغريدة يشير إلى مقال نشره في The Hill الصحيفة والموقع الأمريكي المشهور The Hill ويقول طبعا هو ينتقد الإدارة الأمريكية ينتقد بايدن يقول بايدن ضعيف وجرأ إيران الآن إيران تعترف وتقول إنها استهدفت منشآت إسرائيلية في العراق هذا النص هذا النص أمامكم نفسه وبعدين يستمر هذا الجدل يا بزيم وهي أمريكا هاي مسيارات يقعد خير 24 ساعة وهذا البنتاجون يكرر بأنه ليست لدينا خطط للانسحاب من العراق البنتاجون وزارة الدفاع الأمريكية وهذه تركيا تكرر تكرر عملياتها التي تنفذها داخل الأراضي العراقية نعم السيادة لا تتجزئ وهذه المسيرات في السماء وهذه العقوبات التي تفرض على الأرض هذه كلها يجب إعادة النظر بها من خلال حوار جدي استراتيجي حقيقي يجري بين العراق وبين الولايات المتحدة الأمريكية بس ممكن أقول تعالوا نتناقش ممكن نحتاج مدربين ومستشارين بس مو مقاتلين ممكن بس نفترض فرضوا المحال ليس بمحال بس تعالوا وقعدوا سولفوا تعالوا وقعدوا وسووا نفس الحوار مع تركيا بقول يابا احنا نريد علاقات اقتصادية نريد اعمار ريد بناء ريدكم تستفيدون وريد احنا هم نستفيد انا تذكر مرة الرئيس الايراني الراحل الشيخ هاشم رفسنجاني تحدث عن النفط وعن العقوبات الامريكية كانت على ذاك مفروضة على ايران قال احنا النفط المن نريد اريد انبيعها احنا نسعد من الكيان الصيوني لا نعترض به اي دولة نعترض ذو وجوده رسميا على الخارطة مستعدين من بيع لها نفط امريكا وغير امريكا حتى اللطيفة يعني بعد 2015 بعد ابرام الاتفاق النووي ايضا الايرانيون واعلنوا على موقعهم وزارة النفط الموقع الرسمي في الويب سايت قالوا اي شركة تريد تجي تفاوض ويانة نفطية استثمار غاز حاضرين ما حدنا مشكلة ايضا احنا نفس الشي في العرب حتى لا يشعر يعني يكون هاي النخب ما يسمى بالنخب اللي يقول يا بخوا امريكا مشاركة امنية تزعل امريكا تقولولها طلعي يا بلا ما نقولها طلعي تعالوا قعدوا نتفاور ونتفاهم وهذا ايضا وكذلك مع ايران حتى نزيلوا شبح تكرار عمليات من اي نوع كان وخصوصا من المسيرات الامريكية السماء والأرض هدافة فتوحة اتفاهم في سوريا حياد حتى ينجلي الغبار ام حياد سلبي احباي تكررت العمليات الاجرامية التي ينثلها الكيان الصهيوني في سوريا طبعا عندما نتحدث عن الدول التي تحتج المادة 51 من المتاق الامم المتحدة اقول الدول مثل ايران مثل الولايات المتحدة مثل تركيا في القيام بعمليات استباقية ينبرئ البعض من المتثيقفين الذين يروجون بشكل او باخر لهذا الكيان الصهيوني ويقول هؤلاء اذا يعني الكيان الصهيوني اللي هم يسمو اسرائيل من حق ان يقصف سوريا تعتبار هو ايضا ينفذ المادة 51 من النثاق الامم المتحدة لا 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 التي تعطي حق الدفاع المشروع لا ابدا ليس هذا الامر صحيحا لانه اولا سوريا والكيان الصهيوني في حالة حرب دائم مستمر حرب وجودية السوريون لا يعترفون في هذا الكيان الصهيوني ولا توجد معاهدة سلام كذلك حتى في الحالة العراقية يعني العراق والولايات والكيان الصهيوني ليس في حالة سلام وفي حالة حرب منذ العام 48 قبل لا توجد الجمهورية الاسلامية في نظام سياسي بيش يقول لك والله ها الموقف العراقي متأثر بالموقف الغراني لا 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 هذا موقف نحن في حالة حرب اذا ما ما تنتصر عليه هو ينتصر عليك ويأكلك وشفت هذا مخطط طويل عريض من النيل الى الفرات بس السؤال الذي يطرح دائما لماذا هذا الاختراق الاستراتيجي في سوريا ولماذا هناك خلل خلل ما موجود في الموضوع السوري احباء يجب ان نوضح بشكل واضح طبعا سوريا مختلفة سوريا جبهة مختلفة تماما عن بقية الجبهات لان اللاعبين الذين هم موجودون في سوريا كثر عندك الاردن انت تعرف الاردن ماذا تقول به من عمل سيء يضعف الدولة السورية من خلال استهدافها ما تسميهم بتجار المخدرات بينما سوريا اعربت لهم عن رغبتها بالتعاون وتسيير دوريات مشتركة على الحدود لكن لا الاردن لانها تخضع للمشروع الامريكي وتنفذ تريد ان تضعف الدولة السورية عندك تركيا تركيا تشتغل في ادلب وفي اماكن اخرى التي يتواجد فيها الاكراد وفي غيرها وغيرها نوجد التكفيريون الذين تدعمهم الولايات المتحدة على الحدود بين المناطق المشتركة السورية ولبنان والحدود المشتركة بين سوريا والعراق والقوات الامريكية وتوجد روسيا كلاعب اساسي ايضا بس مع كل الاسف نحن نلاحظ ان روسيا تتخذ ما يمكن ان نسميه حياد سلبي حياد سلبي صمت روسي ازاء الاعتداءات التي يقوم بها الكيان الصهيوني وهكذا يقولون بانه بما ان روسيا وفق المعادلة الموجودة بين الطرفين يعني مع سوريا هي مهتمة بموضوع حفظ الامن السوري فهي من المطلوب يعني منها ان تقوم بدور وبدور كبير لكن هناك اصرار ايضا من الكيان الصهيوني لإيجاد خلل في العلاقات بين ايران وبين روسيا عندما يعني في المداولات الخاصة خلف الكواليس يطرح مثل هذا الحديث بين الايرانيين والروس لا هيك عن وجود عتب يعني ايران دعمت روسيا في حربها مع اوكرانيا وهذا يعني واحدة من اهم الاسباب التي يقوم الغرب او يتحجج الغرب بها في فرض استبرار فرض الحصار او الحضر التسليح على ايران الذي كان يفترض ان يرفع في اكتوبر من العام الماضي هو ما يقولون بانه ايران تزود روسيا بطائرات مسيرة ومؤثرة وغيرت في المعادلة لكن ماذا يتعين على روسيا ان تفعله هل ان تدخل بشكل مباشر في الحرب ضد الكيان الصيوني لا هذا ليس مطلوبا منها المطلوب على الاقل هو تعزيز الدفاعات الجوية للدولة السورية وايضا السماح لسوريا باستخدام مضادات وصواريخ تمتلكها بالفعل تكون قواعد لعبة يا احبائي اللي ما يصديك خل يروح يراجع مذكرات محسن رفيق دوست كان وزير للحرس التوري الايراني في زمن الحرب التي شمها صدام في البدايات كان يكون وزارة اسمه وزارة الحرس وعندما كان صدام حسين يقصف الجمهورية الاسلامية والمدن الايرانية الاهلة بالسكان بصواريخ ارض ارض الايرانيين ما كان عندهم محسن رفيق دوست كما كتب في مذكراته ذهب الى الرئيس الراحل حافظ الاسد وطلب منه صواريخ ارض ارض فقال له نعم انا عندي صواريخ كود بي لكن هذه الصواريخ انا ما اخذها من روسيا ووفق الاتفاقية الروس هم الذين يقومون بتشغيل او اشراف على تشغيل هذه الصواريخ القواعد انا لانه روسيا يعني سوريا مجاورة لفلسطين المحتلة فروسيا فرضت مثل الاتحاد السوفيتي كان انا ذاك فرضت مثل هذا الامر على سوريا خلها روح الى ليبيا القذافي دولة بعيدة عندها هذا الصاروخ لكنها في الاتفاقية ما 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 عدها هذا التعاهد المهم راحوا جابوا 33 صاروخ وغيرت كثيرا في المعادلة معادلة ما سميه بحرب المدن المهم اقول الان من المطلوب على من المطلوب من روسيا وان تخرج من دائرة الحياد السلبي وان تخرج من دائرة والله الانتظار حتى ينجلي الغبار تشوف الغلبة لمن مع ان العلاقات الروسية الايرانية متينة ومتينة جدا وان لا تسمح يعني هناك قواعد حتى في المعادلات السياسية بين روسيا الاتحادية وبين الكيان الصهيوني نعم الكيان الصهيوني يمارس لغوط من خلال اليهود الصهايين الموجودين في اوكرانيا بشكل كبير لكن هذا لا يعني يجب ان لا يستمر لانه الان ما يجري كما يقول الكثيرون لان هذا الكيان الصهيوني هو صحيح يريدوا واحدة من اهدافه ان يجر ايران الى حرب اقليمية حتى يعني يخلي امريكا تتورط بشكل مباشر حتى يخلي دول اوروبية وغربية اخرى تتورط بشكل مباشر حتى يخلي دول عربية هو يتحدث عنها موقعة معه على اتفاقيات ما يسمى بالسلام هم تتورط بشكل مباشر وهي الان متورطة كما تعلمون وسيتحدث في المحور الثالث في قضية اليمن متورطة هدافة التي يريدها الكيان الصهيوني وتريدها ايضا الولايات المتحدة ويريدها اولئك الذين يعادون الدولة السورية ويعادون النفوذ الروسي في سوريا وفي المنطقة هو اعادة سوريا الى المربع الاول شن المربع الاول يعني ايجاد خلل استراتيجي في المعادلة الراهنة والعودة الى المربع التكفيري المربع التكفيري يعني في 2011 عندما ذهب الايرانيون هنالك تيار في داخل سوريا لا اريد ان اخفي عنكم هذه المعلومة تيار في داخل الدولة السورية غير العملاء والجواسيس التكفيريين الذين هم موجودون هنا وهناك ويقول نائب رئيس وحدة الاستخبارات في القنتاجون بان اكثر من 1200 فصيل 1200 فصيل المسلح يعمل ضد الدولة السورية لا هناك حتى في الدولة السورية منذ 2011 هناك من لا يريد لايران ان تبقى في سوريا لا يريدون ايران اكوناس اشي يفكرون وهذا الامر كشفه الشهيد القائد الجنرال حسين همداني في مذكراته وكتب الى السيد الامام القائد علي خامنعي اية الله العظمى السيد خامنعي قال لهنا ناس ما يريدون اكوناس ما يريدون يعرقلون وجودنا وكانت سوريا حدود 80% اقل اكثر بيد التكفيريين وبيد الولئك الذين يريدون اسقاط الدولة فكتب له الامام القائد خامنعي قال له سوريا مثل طفل مريض يكره الدواء يجب ان تعطي الدواء حتى لو لم يكن راغبا وبقوا المستشارون وقدموا شهداء وكانت النتيجة ان انتصرت سوريا عسكريا هيريدون شنون لهذا شفتوا انت الدول العربية اللي تقاطرت على سوريا للتطبيع معها لا يزالون يفكرون بانما فشلوا في تحقيقه عن طريق التكفيريين ويقول هاوشنا ويقول رئيس الوزراء السابق في قطر وزير الخارجية القطري السابق يقول هاوشنا والفريسة في التت يعترفون طرفوا بطريولولات من الدولارات لإسقاط لإسقاط الدولة السورية وكانت إيران بالمرصاد بالتعاون مع روسيا أوكي كانوا يتفاخرون الآن شيريدون يريدون يعيدون سوريا إلى المربع الأول يقول لك خلي نخرج إيران خلي نفرض على إيران باستبرار قصف قصف وهما نخلي السوريين يشعرون يعني تعبنا يوميا قصف علينا بسبب وجود المستشارين وكرر المستشارين الإيرانيين خصرت أسبقوا يريدون يعيدون سوريا إلى المربع الأول بإخراج المستشارين الذين يقومون بدور كبير جدا في حماية الدولة السورية وفي تعزيز محور المقاومة الذي تلعب سوريا في هذا المحور رغم كل محاولات إضعافها دورا كبيرا بعدين وين اللجنة الرباعية الأمنية المشتركة سوريا وإيران وروسيا وسوريا وتوريا وروسيا وإيران وبعد منه توريا وروسيا والعراق أفوأ نسينا العراق هذه اللجنة الرباعية مهمة جدا وينها أين نشاطها هذه اللجنة لأن العراق أيضا في عين العاصفة العراق في عين العاصفة حتى لو انسحبت القوات الأمريكية القتالية من العراق وبقيت في سوريا أوتوماتيكا لها رايحة ودابة لازم تدخل للعراق وتيجي وتروح لجريشان وتيجي وهكذا وهذه اللجنة يجب أن تفعل نشاطها وتضع حدا لهذه المخاطر وهذه التحديات اليمن اليمن يعيد كتابة التاريخ لكن يعيده منتصرا يكتب هذا التاريخ منتصرا أحبائي هذا مو شعار نحن لا نتحدث شعارات نحن نتحدث وقائع يقولون ماذا استفادت المنطقة ماذا استفادت فلسطين أو غزة من هذا الحصار البحري الذي تفرضه اليمن في ما يتعلق بالسفن البحرية التجارية المتجهة إلى فلسطين وفي نفس الوقت هؤلاء نفسهم الذين يطرحون هذا السؤال يشككون بالدور اليمني ولا يطالبون دولهم خصوصا الدول المطلة على مثلا تبا الخارق مفيق تبا الخارق مصر التي تطل على قناة السويس ما يطالبوهم بتكرار التجربة اليمنية وهي بسيطة أغلق أغلق كما قال الإمام القائد السيد علي خامنة يدعى الدول العربية إلى إغلاق أو استخدام الشرايين الحيوية التي يمتلكونها بالدفاع ونصرة القضية الفلسطينية الشرايين ما قال شرايين واحد شرايين الواحد ربما يذهب البال إلى النفط هذا مهم أيضا يلا لماذا لم يستخدموا النفط ليش يبررون ويقولون أمريكا ما عادت محتاجة وأمريكا عدها نفط الأحفور وهي تزود وهي أوكي كلها صحيح بس يؤثر انت سدها وشوف انت شوفت أرامكو ماذا فعلت أرامكو غيرت مجرى المعادلة كلها وستغير الكثير من الشرايين الأخرى الموجودة لدى الدول العربية لهذا شعب مصر العظيم نحن نعترف هذا الشعب عظيم ونقول دائما بأن هذا الشعب المصري بالرغم من أن معاخدة كام ديفيد أبرمت منذ العام 1978 يرفض التطبيق طيب ماذا فعل الشعب المصري لنصرة فلسطين هل ضغط على حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسي ليقطع العلاقات مع الكيام الصهيوني ليعلق العمل باتفاقية ومعاخدة كام ديفيد هذا شريات هذا واحد من الوسائل التي تؤدي إلى نتائج إيجابية فذلك الأردن وغيرها وغيرها من الدول بس ما يكتفون في هذا الموضوع لا تقول الولايات المتحدة الأمريكية هذا متحدث باسم وزارة الدفاع تتحدث عن الغارات التي تشنها أمريكا وبريطانيا على اليمن تقول إنها جرت بدعم من دول أخرى في المنطقة من هي الدول هاي أنا أقول لك قد تتكرر مقايق وتتكرر أرامكو هذا مو تحليل هذا هم اليمنين هم حكومة صنعة وهم مو اكتشفو لا هم يعرفون يعرفون كل الزين وشعفين كل الزين يعني تجي هستي السعودية تريد تتحول إلى وسيط بين الفرقاء اليمنيين ممتاز هي التي شنت الحرب العبثية وهي التي تتحدث تصير وسيط لا يخاف لكنها وتقول أنا ما انخرطت في تحالف الرخاء أو حماية الرخاء والازدهار يعني حماية الكيان الصهيوني لكنها تقدم الدعم اللوجستي بطريقة أو بأخرى للغارات الأمريكية البريطانية على اليمن زين اليمني يقبل طبعا ما يقبل وهو كل الزين يعرف اليمني كتابة التاريخ تبدأ عندما يوقف هذا العدوان ويردع وللردع طرق وطرق وأساليب هم يعرفوها لا أريد أن أتحدث باسمهم هسا تجي قوات الأمريكية قوات أمريكية هم فاشلين هم فاشلين في المنطقة انسحبوا من أفغانستان لأنهم فشلوا انسحبوا من العراق في 2011 أو آخر 2011 لأنهم فشلوا انهزموا والآن أيضا العراقيين ما يريدوهم ما لك علاقة بذول اللي يبررون ذول اللي يبررون للصهيونية ويبررون لأمريكا لا عاجلا أم آجلا يجب أن تنسحب هذه القوات الأمريكية القتالية وتريد تروح تنفذ عمليات يقال هكذا يعني تردد في بعض المنابر أنهم يريدون أن يحتلوا بعض الأماكن في اليمن مع أنه طيلة السنوات الماضية هذه دراسات استراتيجية أمريكية حاولت واشنطن تخفيف الأعباء العسكرية لها في المنطقة بوضع حد لتدخلها المباشر في كثيرا من الدول لكن للرغبة الأمريكية لما تسميه بتحقيق التوازن بين تثبيت النفوذ وترسيخ الهيمنة من خلال الدفاع عن هذا الكيان اللقيط وتخفيف التكاليف البشرية والمالية التي يحدث ولا حرج باءت بالفشل مع أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تحترف رسميا بس الوقائع على الأرض مختلف يابا هل يفيد الحصار إيه يفيد الحصار كله الدليل الدليل هم ونفسهم سووا تحالف دولي وإجوا بهم بكل هذه الأعباء المالية والتكاليف وكل هذه حتى الهيبة أن تقصف سفنها في البحر الأحبار في خليج عدن من قبل هؤلاء الشباب الأبطال مع كل ذلك أقول هذا يدلل على أنها خسرت وعلى أن الحصار اليمني للكيان الصيوني مفيد جدا ويحقق أغراضه بس لو يا شوية دفعة من الدول الأخرى المصريين السلوردنيين بالمناسبة تدرون شنو الكارثة يريدون يلتفون على هذا الحصار تيجي السفن تروح تنزل بضاعتها سفن من الكيان اللقيط تروح في البحرين وفي دول أخرى في المنطقة وتنزل بضائحها وتيجي شاحنات تأخذها للسعودية بلاد الحرمين بلاد الحرمين فيها قبلة المسلمين منها انطلقت صواريخ من هذه البلاد تتلت المسلمين في اليمن ومن هتروح للأردن دولة مسلمة ومن هتروح للكيان الصهيوني والأردن يجي شي سوي يجي يقصف بسوريا 24 ساعة قصفها مدفعي وطائرات في الذريعة والإعلام يشتغل حجة والله قصف تجار مخدرات بإضعاف الدولة السورية إشغال سوريا دائما سوريا مجهولة تكون شادة على الأعصاب ومن اللي غير المعادلة هذا اليمني يقول عالم عالم السياسة والعلاقات الدولية الأمريكية جون مير شايمر إن المعضلة التي تواجه القوى العظمى في تبنيها أي السيناريوهات في حروبها كما تفعل أمريكا وبريطانيا طبعا هي صعوبة تنبؤ الأحداث ما يأرفون الضرب من ينتجين وهذا ما ينجح به أبطال اليمن وهم يعيدون كتابة التأخير التاريخ منتصرين وهذا ما يأخذ النقاش إلى ما يجري في منطقة البحر الأحمر كما يقولون نتيجة العمليات العسكرية اليمنية ربطا بهذه الحرب العدوانية التي يشنها الكيام الصهيوني على قطاع غزة وهذا مثال كما يقول هما الأمريكيون كما يقول هذا العالم مثال فاعل حاليا على مدى فشل المراهنات والتنبؤ بحصر المواجهة داخل الجغرافيا الفلسطينية هو الأمريكي كما قلت لكم يريد أن إيران لا توسع دائرة الحرب يريد من فصائل المقاومة أن لا تنخرط هو منخرط ودول ويا منخرطة في هذا الكيام واللطيف الآن يتحدثون على لن يعني الكيام الصهيوني يقول حتى لو أوقف حزب الله الحرب يعني من جهته في المنطقة الشمالية فنحن لن نوقفها شنو يعني شنو ما يعني هذا الكيام الصهيوني فشل في تحقيق أهدافه ولا هدف ولا هدف وهو مستمر في التهجير يعني هو عنده هدف آخر الأهداف المعلنة غير التهجير التهجير هو مو هدف المعلن مع أنه وزارة المخابرات في الكيام الصهيوني قلنا لكم في أعتقد يوم 28 أكتوبر من السنة الماضية وتحدثت بهذا البرنامج نشرت وثيقة تؤكد تسريب أن مخطط تهجير الفلسطينيين هو موجود بالزمان يريدون مبرر وحتى لو لم تكن طوفان الأقصى لأوجدوا مبررا آخر وهذا ما أثبتته أيضا طوفان الأقصى في الوثائق التي تم العثور عليها أقولوا وأختم ونقلا عن هذا العالم الأمريكي خلال تسع سنوات من الحرب على اليمن جربت تحالف بقيادة السعودية السهلة يعني تجوزا وإلا هو كما قلت لكم سابقا يقول هومبيو وزير الخارجي الأمريكي السابق في كتابه أنه يقول نحن كنا نقود الحرب مختلف جرب مختلف أنواع الضربات الجوية للقضاء على القدرات العسكرية خاصة الصاروخية منها التي كانت تصل إلى عمق المملكة السعودية وعلى بنيتها التحتية الاستراتيجية كمحطة أرامكو ولكن لم تحقق ذات تلك الضربات على اليمنيين أي من أهدافها كما هو الحال في غزة وبشر الأكاديمي والعالم السياسي الأمريكي روبرت جيرفز النظرية الميدانية يشرح أفوا يشرح النظرية الميدانية التي تفسر عدم القدرة على حسم معركة ما في البحر بقوله من حيث الهجوم والدفاع يحول الماء يحول الماء توازن الهجوم والدفاع لصالح الدفاع إن القيود الكبيرة على عدد القوات وكمية القوة النارية التي يمكن لدولة ما أن تستخدمها في عملية برمائية ضد دولة أخرى تجعل من الصعب للغاية التغلب على مدافع على مدافع مستعد على الأرض ويضيف خلال معالجته للمعضلة الأمنية التي وقع فيها الأمريكان مع الأخوة في اليمن أي شيء يزيد من مساحة الأرض التي يجب على المهاجم عبورها أو يعيق تقدمه عبرها أو يجعله أكثر أرضة للخطر أثناء العبور يزيد من الميزة المتراكمة للدفاع وهذا ما يمتلكه أنصار الله وهم يمتلكون مع باقي إخوانهم في اليمن ما لا عين رأت ولا أذن سمعت أي سجلوها عليه المترجمات لكثير من 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 الم